أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق لأنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ببضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زاد الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق لأنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مارج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشعات في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الصماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار الصماوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا أشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زمه يرس ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماه فيوخذ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهم أيوسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لحصان إلا لحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاخطان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكم تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكم تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكم تكذبان لم يدمثون نيوس قبلهم ملاجعا فبأي علاي ربكما تكذبان متقعين على رفرف خدر وعبقري حصان فبأي علاي ربكما تكذبان تبارك اسم ربك سل جلال ولكرام بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا وفغشيناهم فهم لا يبصرون وسعباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق لأنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ببضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زاد الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق لأنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الصناوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار الصناوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا أشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زمه يرس ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماه فيوخذ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سباة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن يرسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لحصان إلا لحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمثون أيسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على رفرف خدر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا وفغشيناهم فهم لا يبصرون وسباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكرم وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الأنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها برضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيموا البذن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زات الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الأنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مارج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجباد المنشعات في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الصمابات والأرض كل يوم هو في شعن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار الصمابات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زمه يوص ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان السباة أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين لدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهن يرسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحصان إلا الإحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمثون يرسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على رفرف خدر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك سي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم يا آسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا وفغشيناهم فهم لا يبصرون وسعباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء حصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق لأنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ببضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زاد الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولاه الجبال المنشعات في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الصماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار الصماوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن زمه ينص ولا أجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماه فيوخذ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمثهم يوسوا قبلهم ملاجيان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء لحصان إلا لحصان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن أدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضخطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يدمثون ينسوا قبلهم ملاجعان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقعين على رفرف خدر وعبقري حصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك سل جلال ولكرام بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما أنزر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على كثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأزقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا وفغشيناهم فهم لا يبصرون وسعباء عليهم أنزرتهم أم لم تنزلهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكرم وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق لأنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها برضع الميزان ألا تتغوف الميزان وأقيم البذن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض بضعها للأنام فيها فاكهة والنخل زاد الأكمام ولحبز العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مارج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشعات في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك زل جلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في الصماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا من أقطار الصماوات والأرض فننفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواض من نار ونحاسوا فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا أشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن زمه ينص ولا أجان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسماه فيوخذ بالنباس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان بأي آلاء ربكما تكذبان حميم أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينان تجليان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متقين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنة الندان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة وزوجان